هكلمنا على لائحة قلبه طولة بشكل عام اللي جاي ده بقى هو اهم حاجة ارجوك تسجل ورايا كتابة بقى تسجل فيديو وتسجل زي ما انت تتعوز تسجل واتلاق الفيديو بعد كده بعد شوية على السوشيل ميديا بس اللي جاي ده مهم جدا وتخليه عندك كمشجع كمتابع كإداري كمدرب كلاعب اي حد وهي لائحة العقوبات في الموسم الجديد حاجي يقولك ايه واش معنى ده اخد كده واش معنى ده اخد كده يلا بينا هنقلد اهو يلا بينا بص يا رب السورة تبقى واضحة لحضراتكم الطرد للحصول على انذارين هيبقى اقاف مباراة واحدة مش الطرد لمنع هدف محقق او افساد فرصة للفريق افساد فرصة مش شايف بقى مكتوب ايه زمان يقولولي بس افساد فرصة يعني هتبقى اقاف مباراة واحدة اللاعب اللي هيحصل على ثلاثة انذارات في ثلاث مباراة مختلفة لأول مرة هياخد اقاف مباراة واحدة في حالة حصول احد الاجهزة الفنية والادارية والطبية على الانذار الثالث في ثلاث مباراة مختلفة اقاف مباراة واحدة وعشر تلاب جنيه ماشي الطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم اثناء اللعب مباراة انت دخلت في لاعب في قصبت رجله انت وخدت طرد مباراة اقاف وعشر تلاب جنيه غرامة ضرب الخصم بدون كرة ثلاث مباراة وخمسة وعشرين الف جنيه غرامة اللي جاي ده مهم مهم قوي سلوك غير رياضي على احد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام وتم طرد احد الاجهزة الفنية او الادارية او الطبية للاعتراض ولم يمتسل او كان فيه عدم امتسال هيبقى فيه اقاف مباراة واحدة لا الاول سلوك غير رياضي على احد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام مباراتين وبعد كده طرد احد الاجهزة الفنية او الادارية او الطبية للاعتراض مباراة واحدة وعشر تلاب جنيه غرامة لاعتراض على قرارات الحكم أو مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة أثناء وبين شوطين المباراة أو بعد المباراة بصورة جماعية ده هيبقى غرامة 25 ألف جنيه طيبين لما اللعبة كده بتروح تتلمع الحكم بعد المباراة وبين الشوتين النادي هياخد غرامة 25 ألف جنيه محاولة الاعتداء أو قصر زجاجات ألخ على أحد عناصر اللعبة فيما عدى الحكام هيبقى الاقاف ثلاث مباريات و20 ألف جنيه خد اللي جاية السب والبصق على أحد عناصر اللعبة فيما عدى الحكم اقاف أربعة مباريات وأغرامة 20 ألف جنيه فعل فاضح إشارات مشينة وعلى أحد عناصر اللعبة بما فيهم الحكم أو أحد مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة احنا منتكلم فيه أنا مش شايف يا جماعة سعدوني مش شايف الرقم ده بصراحة بقى كام رقم إن شاء الله حد ده يسمعنش ماشي سلوك غير رياضي اتجاه أي عنصر من عناصر اللعبة بما فيهم الحكم أو أحد مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة أربع مباريات الدفع باليد للحكم أو أحد مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة ثمانية مباريات السب أو البصق على الحكم أو أحد مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة ثمان مباريات ومئة ألفين ناخد اللي بعده لاعتداء بالضرب على الحكم أو مساعدي أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة 8 شهور و200 ألف جنيتان لاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعدي أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة 8 شهور و200 ألف جنيه نزول أحد اللاعبين الاحتياطيين أو الأجهزة الفنية والإدارية او الطبية ارض الملعب بدون اذن هيبقى مباراة واحدة اقاف وعشرين الف جنيه غرامة في حالة اقتراب احد الاجهزة الفنية او احد اللاعبين من منطقة مواجهة الحالات على الشاشة اللي هو حاكم الفيديو اللي هو الناس اللي بتروح تجري مع الحاكم تبص معاه على الحالة ده هياخد اقاف مباراة واحدة وخمس تلاف جنيه في حالة ارتكاب اي فعل من شأنه اصارة الجماهير اربع مباريات وامتين الف جنيه بعد كده اقوبات تانية نكتب فيها بالغرامات المالية عشان بس ما طولش عليكم هاي دي كل الاقوبات ابرازها يعني والباقي اقوبات خاصة بغرامات مالية نلتزم ببساطة شديد نلتزم نستمتع يا جماعة بلاش بقى الحاجات اللي تعارفين برا في اوروبا احنا ملي فرق كلها اللقات خاصة يعني انا بيتش خب عليك عارف زباك كان يقولك ايه اه عم ده عنده ديش فبيفرج على مطشط اوروبا فاكر زباك الكلام ده احنا صغيرين كده بالوقت كلها نفرج على المطشط اللي بتحصل في اوروبا كلنا انا متشوفش تجاوزات مبالغ فيه اه ساعات فيه لعب بيعتارد ساعات فيه لعب بياخد طرد ساعات فيه مدرب بيعتارد بس حتى ده بحدود وحالات استثنائية تبقاش العادة بتاعتنا نلتزم على قد ما نقدر يعني اشتركوا في القناة